السلام عليكم و الله و بركاته لاوب سبانر مثل ما قلنا هي relational database وأي database نستخدمها في أي application لازم نحن ننتبه كيف نستخرج ال data من ال database هاي طبعا الطريقة التقليدية والطريقة اللي كل ياتنا بنعرفها هي select statement ونقرأ ونسوي loop وإلى آخره لكن في ال modern architectures انت بيحاجة لطريقة أسهل وطريقة أسرع في streaming data وخاصة لما تقوم بأحجام كبيرة ولما تكون عندك ملايين records من ال database تبعك إلى different خلنا نقول destinations في عندنا في relational database مثلا بsql ولا postgres في شي اسمه cdc change data capture change data capture هذا باختصار عبارة عن configuration بيصير على نفل ال database وبيحدد انه اي insert أو update أو delete بيصير على ال database لازم يصله stream على different destination بحيث انه different systems تقرأ منه يعني مثلا بإمكانك انت تقرأ هاي ال data اللي عم يصل إلى change وتوديها على مثلا كافكا أو توديها على redis في حالتنا في cloud spanner بإمكاننا نسوي هذا الكلام على أكثر من ممكن نجي نقول لل cloud spanner أي change أي change يعني المقصود فيه change على ال data على لفل ال database كاملة أو على لفل tables محددة أو على لفل columns في tables محددة مجرد صارت هاي change على ال data insert ولا update ولا delete على واحد من هدول ال levels please stream data to different destination طبعا هذا different destination في جوجل cloud platform ممكن يكون مثلا كافكا ممكن يكون مثلا data flow و data flow هو واحدة من أهم التولز المستخدمة في معالجة data من source و destination فلذلك إذا احتجت في cloud spanner أنه تقرأ ال data بمجرد يصل إلى update أو insert أو delete في table في column في database كاملة على cloud spanner بإمكانك تستخدم concept اسمه change stream change stream هاد إيش بيعطيك إمكانية؟ بيعطيك إمكانية رائب database كاملة أي insert أو update أو delete بيرائب لك يا مباشرة و بيسوي له push على destination أنت بتحدده مثلا مثلا كافكا ولا لدينا data flow أيضا بإمكاننا نحن change stream بإمكاننا يعطينا إمكانية يسوي مثل ما قلنا streaming لداتا على different services وبالتالي ال performance اللي نحن منحتاجه عشان نعالج البيانات تدخلت في cloud ممكن يكون literally real time يعني مثلا أنت عندك database عبتخزن فيها transactions وهي transactions بدك تسوي له مثلا statistics أو ترسل notification أو whatever بإمكاننا ال data هاي أو streams change stream تسوي push لهاي data على different services عشان إيش؟ عشان تقرأ data وتسوي له manipulation حسب business تبعك آآ كمان آآ آآ ال spanner change stream بتودينا data as object يعني بإمكاننا نعرف inserted rows new values في حالة update بنعرف old values والnew values في حالة delete بنعرف deleted rows وهكذا وطبعا أسماء columns يعني إذا نحن حطينا configuration على level column أو حتى ما حطينا بيعطينا حتى أسماء columns اللي موجودة واللي صار عليها إيش؟ change طبعا آآ مثل ما قلنا بإمكاننا نحن نسوي configuration على level database كامل بإمكاننا نسوي configuration على level table أو أكثر بإمكاننا نسوي configuration على level column أو أكثر أيضا آآ بإمكان database نفسها يكون عليها أكثر من change stream يعني إمكان أنت change stream رقم واحد عم بتوديه لك Kafka رقم اثنين مختص ب tables معينة رقم ثلاثة مختص بال delete statement وهكذا فبإمكانك تبني أكثر من change stream على نفس database آآ أيضا بإمكانك تحط data retention ليش بهمك data retention لأنه change stream بيعني أنه فيه data رح تطلق والdata بديه storage و storage عليه cost وبالتالي retention مهم بحالتك وإلا رح يكون في عندك hidden cost وانت باتدري ليش طيب آآ في شي اسمه implicitly watching tables and columns هذا لما نحن من watch database كاملة في شي اسمه explicitly watching tables and columns هذا لما من حد table أو column بحد ذاته في create stream statement آآ الأشياء اللي بتسوي trigger لل change stream يلي هي تغيير البيانات dml statements insert update delete ال cascading delete انت لو كان عندك آآ foreign key ل primary key وقلت له cascade delete مثل ما منعرفها فى ال SQL والى MySQL وسويت delete لل insert فعفوا لل primary key فمباشرة ال rows اللي موجودة فى ال child table آآ وصلنا delete بسبب ال cascading delete كمان بتسوي trigger لل change stream أيضا ال rows اللي دليتت بسبب TTL نحن حكينا انه في time to leave rule ممكننا نبنيها على level table أو عفوا على level database بحيث انه نحذف بحيث انه نحذف آآ بحيث انه نحذف data من tables لو مضى عليها time معين اتوقع على level tables على level table طيب ايش ال data اللي ال data stream أو change stream بيسوي لها بوش على على ال data flow والcafcal آآ في عنا الاسماء ال columns ال values وال data types تبعها في عنا ال old values في الحال انه صار عنا update في عنا new values كمان في حال update ولا في ال insert آآ ال time stamp يعني الوقت اللي صار فيه transaction ID اللي هو unique ID اللي علاءة في كل transaction صارت على cloud banner وإذا كان عنا sequence number وطبعا ال capture type اللي هو مثلا insert update delete الى آخره مثل وعنا ال data retention مهمة ال value capture type بإمكاننا نحن نحدد أنا بدي ال old وال new values ال old وال new values أنا محتم دائما بال old وال new values يمكن أنت عم تسوي مقارنة بين ال old value وال new value وبناء عليها بدك تاخد action يمكن إذا ال old equal new فأنت مالك مضطر تسوي action ال new values فقط خاصة لما يكون أنا عندي مثلا insert وآخر شي new row إذا صار فيه نيورو أعطيني ال row اللي صال له insert وأنا هذا اللي مهتم فيه فحسب المزنس تبعك أنت بيحدد لما بتأنشئ stream على change stream على table أو على column بتقول له أنا بدي واحد من هدول التلاتة وطبعا بتقدر تحدد له إيش data retention كtime stamp بحيث أنه تتأكد أنه ما عندك hidden cost في change stream في cloud banner stream طيب إحنا لو جينا طبعا نحن بأنشئين stream هون ليش بأنشئين stream لأنه take time و data flow كمان بياخد time المهم change stream very simple اللي مسوي أنه نحن هون create change stream اسمه student stream على table اسمه students على كامل ال table ولما حددنا لما حكينا أنه نحن بدنا كامل ال table ال retention policy لاحظوا إيش بتكون هتوقع 24 hours بيمكنك تشوف list of change streams موجودة هون كلها 24 hours وبجيب لي old وال new values وال old وال new values ونحن في عنا one table watch هونه تمام؟ لذلك طبعا هون retention period ممكن تكون 24 ساعة كتير كتير لأنه انت في النهاية يمكن ال stream انت بتحتاجه خلال minutes وبالتالي إذا ما صلوا بروسي خلال minutes ما عدت مهتم فيه ذلك لازم ننتبه على ال retention period بالنسبة لل data flow ال data flow في عنا ال data flow في عنا concept اسمه job from template طبعا في هاي الحالة نحن اللي سويناه شي اسمه cloud spanner cloud spanner change stream to pubsub يعني أنا بسوي read ل data من خلال data flow من cloud spanner change stream الى pubsub وهون لما نحن بنختار هذا التمبلت بيطلب مني هاي ال data spanner id طبعا instance id معروف وال database وعنا شي اسمه meta instance id و meta database طبعا هاي الميتة بيستخدمها سواء data flow ولا change stream عشان يكتب data related لل change stream نفسه والأفضل عادة كbest practice انه تكون على الأقل database منفصلة عن database تبعك عشان بتأثر على performance وفي حالات اذا كانت عندك huge read write وعندك مئات الملايمة والترانزاكشنز ومئات الالاف ترانزاكشنز بتجي بير منت على نفس الانستنز فالأفضل تحطه في انستنز منفصلة وطبعا هوني change stream name وطبعا هوني اسم ال pubsub topic اللي نحن بنستخدمه في هاي الحالة طبعا نحن هون سوينا pubsub topic اسمه gcb topic وطبعا فيه ايش؟ فيه فيه subscription عشان نقرأ ال data ال data base تبعنا الان هي فاضي ما فيه data لو نسلكت ونالورن راح نلاحظ انه ما فيه عنا دالي طب لو جينا اخدنا ال data اللي هون مثلا ونالورن insert طبعا قبل ما نسوي insert نحن مسوين listener او subscriber بيقرأ من هاي الحالة على .NET نحن نسوي لورن طبعا ممكن اذا كان فيه data قديمة في ال stream ممكن الان يجيب لنا data واذا ما فيه ما راح يطلع لنا الان data طيب لو سوينا الان راح نقوشي على data flow نحن ما بنا نسوي create لانه already created لاحظوا انه هو running ال running فيه streaming وفيه ايش؟ بيورينا استخدام graph طبعا هم ما بنا نشح كثير عن موضوع ال data flow هذا الو topic خاص فيه الآن لو سوينا insert وكان ال data stream تابعنا شغال المفروض 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 ال data تابعنا يقرأها السبسكرايبر وتنعرض عنا هون في ال listen بالضبط هذا اللي صار لاحظوا هون طبعا ال data بتجيك as json لاحظ فيه عنا ال fields name id type عنا ال name لاحظوا code وعنا ال id نوع int 64 وعنا is primary key yes no طبعا هون اذا تنتبه على شغلة ال name ال id type هون نحن عم نحكي عن field field أو column column is primary key true position name name type طبعا هذا ال name اسم ال column ال type نوع كود فانتبه يعني المهم هذا ال json له هايك فورمات بسيط يعني لما اذا تقرأه لازم تعرف كيف تسوي بارسنج له في النهاية لاحظوا هون في عنا ال key json في عنا ال id واحد هاي old value ليش ما عنا old value لانه نحن اصلا سوينا insert new value عنا email أو ال email yes عنا ال name الى اخره وطبعا عنا الاشياء الثانية اللي العلاقة في 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 cloud spanner في cloud spanner يعني موضوع ال partition transaction عنا شاد اخد time عنا seconds عنا record time stamp متى سوينا له insert اه الى اخره شوية data الى علاقة في cloud spanner نفسها طبعا لو سوينا update مثلا نجينا ناله update student set email وناله run selected وناله run selected ها هون بده where where id سوي واحد مثلا طبعا هون عنا protection عشان ما يسوي update لكل ال data هاing المفروض هانا يطلع الان record ثاني يورينا UPDATE وفي عنا new value JSON اللي هي إيش الإيميل ولحظوا سوالنا stream فقط لل ID باعتبار هو primary key وبعثت لي الإيميل أنا ما شفت ال name إذا انتبهتوا لاحظوا ما في name مع أنه في field عنا اسمه name بس ما تغير لذلك ما سواله stream وهذا طبعا يعني ممكن يوفر cost ممكن يوفر bandwidth تصور عندك أنت table فيه 100 column وكل مرة يبعث لك يهم بدون value بدون داعي طبعا هذا بيساعدك أيضا في reduction cost وحتى performance wise طبعا هذا يعني باختصار حول change stream في cloud spanner وفائدته وكيف ممكن نستخدمه مثل ما أنه فيه إمكانية نسوي change stream على level database على level table أو أكثر على level column أو أكثر ولازم تنتبهوا أنه cost في ال retention هذا hidden cost لازم تسوي ال retention بشكل صحيح وإذا كنتوا عم يتجربوا هذا الكلام على data flow لا تنسى تحزوا في data flow job وإلا رح يصير في عندك كمان hidden cost على google cloud وبآخر جهر تجيك فاتورة وقدرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته